وإلى خبر آخر أعلنت وزارة المالية اليوم عن محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي الذي ستقوم بمتابعة تنفيذه مع كافة الجهات خلال الأعوام 2015-2018 عقب انتهاء العمل ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذي غطى السنوات الثلاث الماضية وقالت الوزارة في بيان صحفي أن البرنامج الذي ستنفذه الحكومة جاء منسجما مع المرحلة الأولى من رؤية الأردن 2025 ويهدف إلى تعزيز الإرادات المحلية وتخفيض النفقات الجارية ويتضمن البرنامج سبعة محاور هي تعزيز الإرادات العامة وترشيد وضبط الإنفاق العام ومحور إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي وتوجه الإنفاق الرئيس المالي لتعزيز النمو الاقتصادي ومحور تعزيز الرقابة المالية وتحسين الخدمات وأكدت الوزارة في بيانها على أن المؤشرات المالية حققت تقدما في نهاية برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي غطى السنوات الثلاث الماضية بشكل ملموس وواضح سواء لعز الموازنة أو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطات من العمولات الأجنبية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر